آخر تطورات إصابة نجمنا أحمد حجازي كان هنا موجود معانا في القول ناقد رياضي وساز عبد العزيز بن دراج وقال أن أحمد حجازي هيكون موجود مع نادي اتحاد جدة في كاس العامل الأندية هل وصلت يعني لحاجة حصرية أو حاجة معينة في عودة أحمد حجازي بالفعل؟ وطبعا أنا هل محرم النامج التأهيني وتماني للسلام والشفاء إن شاء الله ومتوقع أنه هيكون موجودة في كاس العامل الأندية أحمد حجازي طبعا قيمة كبيرة جدا في نادي التحاد جدة يمكننا إحنا هنا في مصر شوية مش حاسين بالوضع اللي وغضوا أحمد حجازي هناك في نادي التحاد جدة وضع قيادي وفني وكل شيء أحمد حجازي كمان حصل حاجة عززت من وجوده في كاس العامل الأندية أو بقى وجوده حتمي هي صابت أحمد شرحيلي طبعا أحمد شرحيلي مدافع مميز جدا ومدافع دولي وكان مشكل مع حجازي حائط صد منيع المسلم اللي فات وكانوا من أسباب التتويق بلقب الدول وأنا شايف أصلا يعني ضعف أداء التحاد جدة هو أصابة أحمد حجازي في المقام الأول لأنه سنتو مدرب بيعتمد على تأمين الدفاع كويس جدا مع انطلاق العناصة الهجومية فكان حجازي وجوده بيعمل له ده جنب شرحيلي فأصابة شرحيلي مع كمان إن كاس عاملها دي هتبقى قبل يناير يعني ما فيش فرصة أننا أتعاقد مع لعيب جديد فأعتقد بنسبة كبيرة جدا أو بنسبة مؤكدة أن أحمد حجازي يكون إن شاء الله لو تم شفاءه على خير موجود في كاس العاملة عندها وهي لعبه بجوار فليب لويز ويبقى مثلا معهم حسن قدش